طيب وإحنا لسه بنتكلم مع حضراتكم عن الموسم الرمضاني في مسلسل خلص مسلسل السفارة للناس كلها كانت متابعاة وكان عامل تريندات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان أحمد أمين طبعا والتيتر بتاع المسلسل كان مميز جدا ولفت نظر الناس بشكل كبير بداية من الأغنية اللي بيغنيها أحمد أمين مع الفنان هشام عباس حيث يعني عملوا قصة كده وحدوتة في التتر كانت مختلفة ما تقدرش تعمل سكيب للتيتر وانت بتتفرج عليه لازم تقعد تتفرج على التتر وتتفرج على الرسومات الكاريكاتيرية الموجودة والشخصيات اللي بتتحرك وموضوع يعني كده زي ما حضراتكم شايفين لا الصورة اللي كانت بتطارد دي سوق الكنتو دلوقتي دي السفارة فالحيانه التتر في مسلسلات رمضان بيبقى حاجة الناس بتبص عليها ما بيبقاش تتر عادي فحلو جدا انه يبقى معمول فيه مجهود زي اللي شفناه في تتر مسلسل السفار دلوقتي معنا المخرج مصطفى الردى مخرج تتر مسلسل السفار مساء الخير عليك يا مصطفى ومبروك والحقيقة انه يعني شغل فوق العظمة الصراحة في التتر وحاجة جميلة جدا جدا ومعمول فيه مجهود كبير من بين الرسومات يعني كمان الأغنية جميلة جدا جدا التحضير بقى حكي لنا عن التحضير للتتر خد منك وقت قدية الله اللي عايزة اشكركم يعني على الاعجاب المبالغ فيه صراحة الحمد لله ومبسوط ان الموضوع يعني فيه تقدير من كل الناس لي والناس كلها شكرتنا عليه فده شيء بسطنا لكن بالنسبة للشغل ومن الأول نسمعنا الأغنية واحنا لسه درافت في الأول وهي صراحة كانت شدانة جدا يعني واكتواصلت بقى مع أستاذ علاء إسماعيل المخرجنا العظيم وبدأنا نفكر مع بعضي ازاي نقدر نعالج الستتر ده بشكل يكون مبهج فاتجعنا لفكرة الكركاتير كرسومات لأنها أفضل طريقة أنها توصل للرسالة دي بشكل ظريف يعني هتوصل حكايات كتيرة متنوعة فيها إجتهاد وفي نفس الوقت ما تحرقش الأحداث لأنني دي أكبر طريقة ممكن توصلنا للحطة دي معاقب أن أستاذ أحمد أمين طبعا راجل يعني من أول وهو رئيس تحرير يعني مجلة فنية من زمان بما أنه هو بيرسم يا مصطفى كان بيتدخل معك في الموضوع والله أنا من أول ما توصلت مع أستاذ علاء وبدأنا نورده أنا صراحة الله هو أكبر يعني كل شوية بعرف حاجة جديدة عن شخصية أحمد أمين يعني هو ما شاء الله الفن يعني الله هو أكبر يعني بس الله عليه هو متنوع المواهب وشخصية جميلة جدا وأنا عملت معا زمان جدا في أعمال كرتون زمان هو راجل جميل ومن أول ما بدأنا نعمل السكتشات للأفكار وكده الراجل إدانا على طول يعني يعني طريقة يلا نتوكل على الله في الديريكشن ده مع أستاذ علاء طبعا وبدأنا نعمل الأفكار الأول للسكتشات كرياتف يعني للأفكار بدايتنا بعد كده بدأنا نحطها على التايم لاين نشوف هل ده هيكافي الديوريشن بشكل ظريف أو لا لما بدأنا نستريح للديريكشن ده بدأنا نقفل كونتبت فرينز للفريمات اللي انتو بتشوفوها بقى في التاتري دي بعدها دخلنا أليميشن ده دي مراحل الشغل في تاتري وطبعا نشتغل على التاتري ده مجموعة كبيرة من الفنانين يعني كان في لا قل عن مثلا تمانية رسامين وستة أليميشن تمانية رسامين ما شاء الله طب كمان نسألك على سوق الكانتو أنا عارف أن انتو كمان عاملين سوق الكانتو برضو على فكرة بالمناسبة هو تقريبا ألمس معظم التيم اللي عمل السفارة هو اللي عمل سوق الكانتو برضو بالإضافة لتيم ديزاينر يعني في سري دي بارتمنت تشتغلوا على سوق الكانتو أو أربعة كمان شكرا جزيلا مصطفى الردى شكرا على الإبداع شكرا جزيلا على وجودك معنا مصطفى الردى مخرج تتر مسلسل السفارة و سوق الكانتو شكرا جزيلا على وجودك معنا في التسعة اشتركوا في القناة